نبدأ أخبارنا الميدانية من ريف دمشق حيث دمرت قواتنا الباسلة وكرا لعصابة إرهابية مسلحة في بلدة حجيرة بما فيه وقضت على إرهابيين من بينهم العراقي أحمد فواز الأمير وفي المليحة قضى بواسل قواتنا على عبد المجيد الأيوبي متزعين إحدى العصابات الإرهابية وعدد من فراد عصابته من بينهم محمد عرفة شرقية شركة تاميكو فيما تم القضاء على عدد من الإرهابيين غربية شيفونية بدومة عرف منهم إياد الشالط ومحمود البرغوث متزعين مجموعة إرهابية كما تم إقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين في مزارع بلدة دير سلمان بعمق الغوطة الشرقية من بينهم الإرهابيان خالد محسن ومحمد الأحمد إلى الاذقية حيث استهدفت قواتنا الباسلة أوكار الإرهابيين في قريتي الربيعة وجب الأحمر بريف المحافظة الشمالي وقضت على عدد من الإرهابيين بينهم الأردني حمدان أبو عارف والسعودي بكر الحامدي والإرهابيان وسام كله وحسام الرحال كما تم تدمير عدد من السيارات إحداها معدل الاتصال الخارجي كغرفة عمليات وأخرى محملة بصواريخ حرارية وثالثة مزودة برشاش في حمص أحكمت قواتنا المسلحة الباسلة سيطرتها على عدد من الأبنية في حيباب هود بالمدينة القديمة بعد أن قضت على إرهابيين كانوا يتحصنون بداخلها ويستخدمونها لإطلاق نيران رشاشاتهم وقناصاتهم على الأهالي كما تم تدمير أوكار للإرهابيين قرب مشفى الأمل في جورة الشياح وقرب مدرسة خديجة الكبرى في حيي القصور والخالدية وفي تلبيس دمرت قواتنا رشاشات ثقيلة على محور تلبيس السعن بريف حمص الشمالي في حين قضت وحدة ثانية على إرهابيين قرب قرية الغجر بريف الرستن ومن بين القتلى متزعم إحدى العصابات الإرهابية تميم عبيد وأحمد صطوف قداد وفي ريف تدمر دمرت قواتنا الباسلة مستودع أسلحة وذخيرة لإرهابيين ما يسمى لواء الإسلام في قرية الطيبة وأوقعت العديد منهم قتلى بينما تصدت حدات أخرى لمحاولة إرهابيين لاعتداء على نقاط عسكرية في منطقة الزراعة والمتحف والبريكات وألحقت خسائر فادحة في صفوفهم